موسيقى صباح الخير وأهلا ومرحبا بحضراتكم في أولى الفقرات الحوارية لهذا الصباح لهذا اليوم منصة مصر الرقمية ده أحد جهود ومنجزات الدولة المصرية الحديثة الهدف الأساسي والرئيسي لهذه المنصة هو تقديم الخدمات المميكنة أو الخدمات بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت وطبعا النتيجة المباشرة لذلك تقليل الوقت والجهد وأيضا مزيد من الإحكام لآلية تقديم هذه الخدمات للمواطن لكن المنصة دي دلوقتي بتقدم كم خدمة ماذا تطمح إليه في المرحلة القادمة وأهمية هذا التحول الرقمي اللي بتقوم بمصر حاليا وبتضع فيه جهود كبيرة هذا سيكون محور حدثنا القادم مع ضفنا في هذا الصباح النهاردة المستشار مهندس روماني رزق الله خبير الإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهلا وسهلا بكم صباح خير يا فنديم صباح خير على كل سادة مشاهدين صباح النور اسمح لنا نشوف تقرير سريع عن هذا الموضوع وبعده نبدأ الحديث مباشرة في هذا الصباح زيزي الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات أعلن وزير مالية محمد معيد أنه تم تخصيص 12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى مصر الرقمية مما يساعد على ميكانة الخدمات العامة وتسير الحصول عليها وترسيق دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين الحكومة ماضية بقوة على طريق التحول الرقمية حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمية وتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وميكانة الوثائق الحكومية العام المالي الحالي يشهد تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعتها ومصالحها بنهاية يونيو 2021 مما يسهم في تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالية ورفع كفاءة الانفاق العام وتحديث وميكانت منظومتي الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية هذا وتحرص القيادة السياسية على بناء القدرات الرقمية للدولة من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمية الذي يعد أحد روافد النمو الاقتصادي ويسهم بشكل فعال في بناء اقتصادية تنافسية ومتنوعة وإقامة مجتمعات حديثة داعمة لمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين خلونا نفهم أكتر عن هذا الموضوع من ضيفنا الكريم في السوديو برحب مرة تانية بالمستشار المواندس فروماني يزق الله يعني بعد ما شفنا التقرير إحنا حاليا عدد الخدمات المقدمة على منصة نصر الإلكترونية قد إيه تقريبا؟ والمعلومة الجديدة أن في 72 خدمة كمان مفهوغ بنهاية 2020 يضافوا هم 150 خدمة إحنا حاليا عندنا 70 خدمة تقريبا شغالة وإحنا هنوصل بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لانتقال كامل في تأديري لحوكمة الدولة المصرية أو التحول الرقمي لمصر كلها من خلال بوابة مصر الرقمية إيه علاقة العاصمة الإدارية الجديدة بفكرة هذا التحول الرقمي؟ بصري فاندم هو العاصمة الإدارية الجديدة مش هو انتقال مكاني للدولة ده انتقال عشان أنا ده مكان مرفق يقدر يدير الدولة المصرية الحديثة فهو ده انتقال من أجل أن أنا أقدر أخدم المواطن مش انتقال للانتقال وطبعا إحنا محتاجين نخرج بره الحيز العمراني للقاهرة لكن إحنا بنشوف حتى الدولة المصرية بتهتم بالقاهرة دلوقتي لأنه إحنا لازم نهتم بيها زي ما أنا بأنشئ مدن جديدة باهتم بالقاهرة لكن خروجي للعاصمة الإدارية الجديدة هو خروج عشان أنا أقدر أدير الدولة إدارة زكية وأقدر أوصل خدمات لكل المواطنين في شتى المجالات طيب إيه اللي تقدر تتيحه يا مهانس روماني إيه اللي تقدر تتيحه العاصمة الإدارية الجديدة في هذا الإطار اللي هو منصة مصر رقمية ولا تستطيع القاهرة القديمة إنجاز التعبير أن تقدمه البنية التحتها يا فندم يعني إحنا بنشوف دلوقتي أنه أنا دلوقتي لو إنه بنعمل ده دلوقتي إحنا بنغير كل المرافق الموجودة في القاهرة وكذا لكن أنا عمل هناك مرافق حديثة زكية أقدر بيها أربط الدولة المصرية يعني أقدر أربط كل مفاصل الدولة المصرية يعني جزء من خطة التحول الرقمي وبوابة مصر الرقمية إن أنا بعمل حاجة اسمها الإنترنت وليس الإنترنت بعمل شبكة خاصة بالحكومة المصرية وأنا ربطت لغاية دلوقتي 32 ألف يعني مبنى حكومي ربط زكي ربطنا 5300 مبنى وإحنا بنهدف لربط 32 ده عشان يكون عندنا زي ما نقول بالبلدي سيستم داخلي بين كل الجهات الحكومية زي الحكومة يعني عندها السيستم بتاعها اللي بيسيرف على المواطن وكمان احنا الفترة اللي فاتت أطلقنا حاجة اسمها طيبة واحد الأمر الصناعي طيبة واحد طيبة واحد ده بيساعدني في الحاجة اسمها الكافريج آريا يعني أنا بيقى عندي كواجزيا الكابر كيبل وأبتيكل فايبرز وقاليه ضغياء كله دلوقتي بيقى أبتيكل فايبرز وبيعندي كمان كافريج ساتيلايت للإنترنت سيرفز طيب عشان إيه بقى؟ عشان ما نسمعش كلمة السيستم واقع أنا دلوقتي بخدم المواطن من خلال بوابة رقمية لازم المواطن يروح يلاقي الخدمة دي متوفرة زي ما أقوله على طول يعني إحنا بنقول السيرفز دي طبعا 24-24-77 ميزيتها إن هو في بيته هو بيلاقي السيرفز دي الخدمة دي موجودة طول الوقت ويقدر دي بتيسر له كل حياته أسأل حضيك سؤال مباشر المواطن الطبيعي خالص اللي ساكن في القاهرة حاليا أو في أي محافظة حتى بعد الانتقال الفكري والتكنولوجي مش بس المكاني إلى العاصمة الإدارية لابد إنه هيتعامل في جزء من هذه الخدمات هيتعامل بشكل شخصي يعني أنا لازم على الأقل أنا أدخل على البوابة دي أو المنصة دي وأبدأ أطلب خدمتي وأملى بياناتي لماذا المفروض هتكون طبعا في موظمة حاجات سرية لأنها خاصة بي وبحياتي وبعيلتي السؤال إلى أي مدى المواطن المصري النهاردة مؤهل لاستعاب هذا الحدث أخذ في الاعتبار معدلات التعليم ومش بس معدلات التعليم بشكل مباشر ومحمول أمية لكن كمان بزبط القدرة على التعامل مع التكنولوجي الحديث واستعابة بس يا فاندم ده سؤال مهم جدا إن أنا أتخيل بقى حضرك لو عامل خدمة والحد اللي هيبقى بيستخدم الخدمة مش عارف يستخدمها ده هتبقى مشكلة فمبدئيا دلوقتي الدولة عملت خمس حاجات أقدر من خلالها هتعامل مع بوابة مصر رقمية في موبايل أبليكيشن وفي البوابة نفسها وعملت سيرفز في حاجة اسمها مراكز البريد أقدر ده في مراكز مخصوصة اسمها مركز خدمة المواطن ده أنا بروح تبع الأحياء آه بقدر في المركز ده أقدر خش أطلب الخدمة دي من حد هو قاعد على الجهاز بينفزها لي فأنا ما بنتقلش انتقال مكاني بنتقل في حيز اللي أنا موجود فيه دولي أنا دلوقتي كدولة عملت حاجات تسهل على المواطن البسيط اللي هو لا يجيد استخدام التكنولوجيا انه يقدر يتواصل على بوابة مصر رقمية وياخد خدمته اللي هي بتوفر له وقته مجهود نعم كلام حضرتك صح 100% ونلمسه لكن نتكلم على أرض الواقع أيضا كلنا يعني أكيد حضرتك مريت بهذا الموقف انك وقفت قدام ايتي اي ماشين بنكو لقيت حد من أهالينا الكبار في السن أب أو أم بيطلب منك انك تساعده هو يعني أحيانا بيبقى حتى خايف لا يغلط فيتسبب ده في مشكلة فبتضطر انك تساعده عشان تحلله المشكلة هنا برضو المسألة هيكون في صعوبة أخرى انها هنتطر البعض يلجأ أو يركن بالبلد على آخرين يساعدوا هنا إحكام الخدمة وإحكام البيانات الخاصة بالناس لأنه احنا مش بس بنتكلم في حاجات عادية زي مستخرج رسمي لا في أمور قد تكون حساسة بيانات حساسة تترطب عليها حقوق لناس وواجبات فهنا إزاي نعلم المواطن أنه لا لابد أنك فعلا تعتمد على نفسك أو على الجهة اللي ليها هذا الحق مش أي حد جارك أو شاب في العيلة يقدر يعمل لك العمل ده لأنه قد يدخلنا في مشاكل أخر طيب أنا هتكلم فيه شقين في الحتة دي حتة أن الدولة نفسها هي مأمنة بياناتها وإحنا سيادة الرئيس والقادة السياسية بتتكلم أن إحنا عندنا دات ديتا كبيرة جدا سيرفرز موجودة في العاصمة الإدراكة جديدة وهي بتحافظ على البيانات دي واللي بيسيطر عليها أجهزة سيادية في الدول تمام يعني فالبيانات مؤمنة مؤمنة نتكلم بقى على بيانات المواطن إحنا بنشوف الحملة الإعلانية اللي بيعملها الفنان الجميل عمرو عبدالجليل يعني بتحاول إلكتروني في المواملات النقدية أه حياتنا تبقى رقمية كلها طيب في عندي حاجة اسمها الـ QR يعني الحد ده هو مش قادر هو يستخدم التكنولوجي أو كذا هو ممكن يبقى معاه زي QR هو بيقدر يمرره على الموبايل واخد بال حضرتك ده بيقدر يدخله بطريقة زكية من غير ما يخش يكتب هو مثلا الكود بتاعه أو رقم وانت لازم يبقى لك ID مثلا الصين تقريبا حياتهم كلها دلوقتي بالـ QR سكان واخد بال حضرتك وده سمارت مور سمارت كمان فإحنا عندنا إحنا عاملين لا إحنا مهتمين بكل أهلين يعني إحنا لما بنيجي نحط فكر لازم أحط فكر لكافة المواطنين ما يكلمش على شريحة واحدة وإلا يبقى أنا عملت ده ليه ده بالعكس أنا عايز أخدم المواطن البسيط أنا عايز أسهل على المواطن البسيط عايز أوفار الوقت عايز ما يعني هو ده خلي بال حضرتك ده إدارة للوقت لأنه إحنا بنقضي وقت كبير جدا في الانتقال انتقال إن أنا أروح أخلص حاجة أروح أخلص مصلحة لا ده أنا بقى عندي الأوبشن أن أنا أخلصها من بيتي طب أنا لو أنا مش عارف لو ما عنديش الجهاز اللي أنا عندي هخرج على أول الشارع في خدمة المواطن هعمل الكلام ده وهحافظ على سريت بياناتي لأن ده برضو مهمة وده دور أعايز أقول له حضرتك حاجة كل شيء جديد ليه حاجة اسمها الأوبوزيشن يعني حاجة جديدة دايما يعني الإنسان عدوه ما يجهله وهو الإنسان عايز شيء التقليد اللي تعود عليه مش عايز إزياء من الحاجة لكن ده ما ينفعش يمنعنا إن إحنا نطور بلدنا وإن إحنا زي بقول لحضرتك حاجة كان في وقت من الأوقات أنت وكنت متخيل للأي تي أم لا دلوقتي الأي تي أم مثلا في ظروف زي ظروف حصل تغير كبير في السنوات الأخيرة كمان وفي أزمة كورونا يعني يعني بقول لك أنا بحب أقول الجملة دي بقي فرض عين يعني إحنا لازم ننتقل للتكنولوجيا يعني دي حاجة يعني بقي الضرورية جدا ما هيش رفاهية زي وقت ممكن يكون سبق أو كذا لأنه دلوقتي دي حاجة بتحسن من مناخ الأعمال بتطور من التنمية بتطور في حاجات كتير جدا جدا في حياتنا بتقلل التلوث هتقول لي مالو المواطن ده لما بيخرج ويستخدم مركبة ويروح مشوار واتنين طب بتحسن له مناخ عمله لأنه لو قاعد وبيخلص مصلحه وتنه مكمل شغله دنيا تمام تتوقع حضرتك برؤيتك إن إحنا ممكن نوصل إنت مثلا إن المواطن يركب المايكرو باس من غمرة إلى رمسيس ويدفع بالكيو أر سكان اللي متعلق في العربية ويقدر يدفع تعريفة واحدة ما فيش جدل ما فيش خلاف بمنتهى السؤولة ممكن نوصل إنت يعني بناموذج لإنشار كل حضرتك حاجة إحنا بإذن الله ننتقل للعاصمة في 21 وأنا بربط الكلام ده تمام؟ هيبقى قدامنا سنة أو سنتين بكتير تلاتة أنا في تقدير إنه بنهاية 23 كل المحاور التنموية العظيمة دي هتتشابك كلها مع بعض وتبتدي تخدم المواطن توتالي ونكون قدرنا ندرب نفسنا وندرب أهلينا على إن إحنا نقدر نستخدم التكنولوجيا دي وتحسن مناخ حياتنا وكذا يعني عايز أقول له حضرت حاجة الكباري والطرق والعاصمة والمدن الزكية اللي بتتعامل لازم يبقى كمان جنبها سيستم زكي يدير هذا الكلام يعني زي ما بيقوله صوفت وهارد صوفت وهارد فهو لازم يبقى الاتنين دول ماشيين مع بعض كنا بنتكلم قبل لهو أحداك ذكرت في بداية حديثك فكرة الإنترنت يعني الفضائي أو الإنترنت بروتبينت أو الساتيليت حاجة من الأمر الصناعي فما نقدرش نقول بقى سيستم واع لكن السؤال حالين البنية الأساسية للإنترنت في مصر وإحنا تحسننا كتير على المؤشرات العالمية في هذا الإطار سرعة الإنترنت وإتاحة الخدمة وجوداتها وما إلى ذلك لكن هل هتبقى القرار المصرية الكفور النجوع على نفس هذا القدر من القدرة التكنولوجية والنفاذ إلى المنظومة الرائعة اللي بتتم حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وما سيتبعها من هذا التحول بس يا فندم أنا عايز أقول إيه؟ إحنا الدولة المصرية بتهتم بكل بقاع كل ما هو تحت في الحدود المصرية فأنا دلوقتي ما عنديش حاجة اسمها قاهرة كبرى وقرية لأ بالعكس أنا عندي اهتمام بكل الدولة المصرية ففي الحتة دي مثلا الطيبة واحدة اللي هو الساتيلايت ده ده بيدي يا فندم حاجة اسمها كافريج أريا بيغطي كل الدولة المصرية ويمكن كمان بيخش في بعض انطقات من دول في أفريقيا لنا معها أمن قومي إحنا محتاجين نبقى عندنا الكافريج ده فإحنا قادرين نغطي نعم كل الدولة المصرية كل الدولة المصرية بكل الخدمات بكل هذه الخدمات ونقدر نوصل للمواطن البسيط أيا كان هو في مركز أو في كفر أو في نجع لا كل دول مهتم بيهم وكل دول أنا ماينفعش أنا أهتم بعمل عاصمة وأهمش الباقي لا ده أنا باهتم بكل المدن الزكية بتاعتي وباهتم أن هي كلها تبقى مرفقة جيدا وباهتم أن كل ده يوصل للمواطن البسيط ويقدر هو يشعر بتحسن حقيقي في حياته وده عايز أقول لحرك حاجة كمان ده يساعدني كدولة أنا بيبع عندي ديتا الديتا دي بتديني بيان فنقدر أخدم المواطن في صحته في التعليم بتاعه أوصل الدعم المستحقي حينا كنا زمان كتير جدا معنا دعم بس أنه وصله للمين وممكن نلاقي ناس مش مستحقة تاخد الدعم ده فوجود السيستم الزكي ده وترقمنة الدولة والتحول الرقمي للدولة والمدفوعات الإلكترونية من خلال فكر الشمول المالي كامل ده يساعد إن أنا كمان أقدر أوصل للمواطن بدعم وقدر أقول لك حاجة كمان أهم إن أنا دلوقتي مهم جدا أنا يبقى عندي حزم أقدر أقدمها للمواطن إن أنا مثلا أدي له عشر تلاف جنيه وعشر ألف جنيه يعمل المشروع صغير طب أدي له إزاي ده وانا لازم أعرف هو موجود فين طب إيه المشروع اللي ناسبه ودي حاجة علم اسمه GIS Geographic Information System يعني مرتبط بطبيع التوبوجرافي بتاع وجوده فين طب أقدر أخدمه إزاي طب أقدر أعمل ده إزاي واخد بالحضرتك كل دي ديتا وديتا يمكن تحليلها وبالتالي بعد كده أقدر أتعطى معها وبالتالي أقدر أخدم المواطن وهو ده الهدف يعني أنا مش بعمل حاجة عشان مجرد أن أنا بعمل الوضع ده لا أنا بعمل ده من أجل خدمات زكية بتقدر توصل بسرعة لأنه زي ما بنقول دايما العدالة البطيئة ظلم فإحنا مهم عندنا جدا حتى دلوقت إحنا بنشوف نظام القضائي في برنامج جوه منظومة مصر الرقمية اسمه عدالة مصر الرقمية طيب اسمح لي نتطرخ لهذا الموضوع بشوية من التفصيل لأنه مهم لكن بننوه لحضراتكم إن المشاهد اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة الآن دي لإحتجاجات في تايلاند في بانكوك لإقالة أو للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء ولمطالبة أيضا بإجراء انتخابات جديدة هناك وهذه الصور واللقطات بث مباشر من بانكوك بالتأكيد المسألة ستكون لها تدعيات خلال الساعات القادمة بنتابع مع حضراتكم طبعا هذه التطورات أولا بأول أرجع لحضراتك مرة تانية مستشفى مونتس روماني يعني أنا عندي هنا أرقام الحقيقة لابد أن يكون لها مغزة 33% فقط من المصريين لديهم حسابات مصرفية يعني رقم قليل في شعب كبير احتياجاته كثيرة وإحنا بنبحث كمان عن يعني التوسع والتوسع ثم التوسع في هذه الخدمات أعتقد أن الحساب البنكي ده حاجة تسبق بكتير ما نتحدث عنه يعني مفروض تكون حاجة موجودة ومنمقة وسهلة الجزء الثاني أن على النقيد مثلا هنلاقي أنه 49% من الشعب المصري بيدخل على الانترنت بشكل أو بآخر هنلاقي أن 58% من رواد الانترنت بيفضل الأليات الرقمية عن اليدوية الأرقام تبدو شوية متبينة يعني منين كل هذا الكم بيدخل على الانترنت و33% بس عندهم حسابات بنكية نقدر حتى نحن نمدهم أو يكون فيه نوع اللي هو الشرم المالي اللي بنتكلم عنه دلوقتي وإحكام هذه المسألة بوسف أندي بقول لحضرتك الرقم ده ورقم ما يقلقنيش أوي ليه أنا بتكلم في 33% لو هتكلم أن الأسرة مكونة مثلاً هقول من ثلاثة أو أربع أفراد فلو ضربت ثلاثة دي فأربعة فبقى وصلت للشعب اللي موجود دلوقتي يعني ممكن يبقى واحد عنده بيعبر عن أسر بيعبر عن أسر يعني ده أنا مش يعني ده استنتاج وليس تحليل دقيق يعني لكن أنا بقول لحضرتك هذا الرقم يعطي مؤشر يروح إزاي إحنا كناس بتوع تحليل معلومات نقدر نفكر فيه إزاي دي أول نقطة يبقى الرقم ده هو كاشف أنه ممكن يوصلني أو أقرب به لكن ده مش معناته لا ده أنا عايز أهدف أن كل فرض في الأسرة المصرية يبقى عنده حساب بنكي طيب هقول لحضرتك حاجة ومتهيأ لي الدولة المصرية ممثلة في البنك المركزي بتسعى أنها عملت حاجة اسمها كارت ميزة كارت ميزة ده كارت بيصدره في بنك المركزي من خلال بعض البنوك الوطنية زي بنك الأهلي بنك مصر بنك القاهرة بنك اسكندرية يعني اسكندرية ما بقاش وطن مهم من بعض البنوك الوطنية وبعض البنوك الخاصة اللي تسمح لها أنها تطلق هذا الكارت عشانه بقى بنتكلم بدقة الكارت ده هيبقى أولا حضرتك بتقدر تاخده ببلاش من غير أي مصاريف طيب فيبقى أنا أقدر من خلال هذا الكارت أقدر أوصل لكل الشعب المصري طيب هقول لحضرتك حاجة دايما في حاجة اسمها الدافع الموتيفيشن أو الجزرة زي ما بيسموها دلوقتي حضرتك أي مواطن لو لقى أنه الحاجة دي هو محتاجها عشان قتل عيشه عشان خدمة هياخدها هيسعى إليها فأنا بقول لحضرتك إحنا في حاجة اسمها حزم محفزات بتعملها الدولة المصرية فده هيحصل طيب ده هيخليني أقدر أكبر هذا العدد واخد بالساعدتك وأقدر أغطي التلاتة والتراتين في المية دي حتى بإذن الله نقدر نوصل بيها هو تبقى زي الـ ID زي البطاقة على فكرة مش هتبقى رفاهية وشوية قدام إحنا بنهدف أنه المواطن المصري بقى معها ID واحد عليه كل الديتا بتاعته عليه هي بطاقته ورخصته وإذا كان عنده تموين هي ده بطاقة التموين وهي بطاقة المسكن وبغير من على الشباية الديتا البيانات أو بحدس هو ده فاندب ويمكن ده تم شوية مثلا زي الربط ما بين رخص القيادة والبطاقة الشخصية إحنا راكين لده بإذن الله أنا في تأديري أنه 23 بنهاية 23 سيتم ترفيق الزكي لكل الخطاعات المصرية ببياناتها بخدماتها التي تصل إليه طيب إحنا في إطار الخدمات الإلكترونية إحنا بنتكلم دايما على يعني هنقول خدمات وصحة وتعليم لأن دول وحدهم يعني قصة كبيرة وطويلة وعريضة في بلد بحجم مصر وحجم سكاني زي مصر إحنا وصلنا لإيه في هذه الصحة والتعليم مع مسألة الخدمات الإلكترونية أنا سعيد جدا أن حضرتك بتقسمها بالطريقة دي لأن هي في حاجة اسمها المواطنة في العالم السيتزنشيب المواطنة لأي دولة هي صحة وتعليم ومسكن وشلتر وخد بالحضرتك أي دولة تهتم بالمواطن بتاعها مهم جدا تهتم أنها تدي له صحة محترمة تعليم أساسي محترم ومسكن وإحنا بنشوف الدولة المصرية ابتدت تهتم ببدأ اهتمام كامل جدا شفنا ده مثلا من خلال بوابة مصر رقمية في مجال الصحة في أولا عملنا برسعيد كأول مدينة زكية تطبق التأمين الصحي الشامل إحنا بنسعى في مصر إن احنا نعمل تأمين الصحي الشامل طب وشفنا أبليكيشن زي صحة مصر صحة مصر هو مش معمول عشان الكورونا هو معمول لتواصل الصحي بين الدولة والمواطن بس إحنا يعني لجل الظروف اللي مرينا بها بدينا به إن احنا نقدر نتوجه للمواطن بإرشادات من خلاله إنما هو حاجة أعم هو حاجة أعم أقدر أتواصل به في موضوع المليون صحة أقدر أتواصل به في قوائم الانتظار بتاعت العمليات الخطيرة وكذا وأقدر أتواصل به مع كل الخدمات الصحية للمواطن المصري ثم بياخدني لفكرة تأمين الصحي الشامل واخد بالحركة احنا بنشوف سيادة الرئيس وقادة السياسية ممثلة فيه إنه بتتكلم دايما على أهمية إن احنا نحافظ على صحتنا دي ما بقيتش رفاهية أنا عشان أقدر أعيش حياة كويسة لازم الصحة دي هي حاجة اللي بترافقني في عمري كله فلازم أنا أبقى بهتم بيها والدولة بالتالي بتهتم بيها عشان هي بتهتم بالمواطن دي شق الشق التعليمي احنا بنشوف احنا شفنا قديه النقد اللي خده دكتور طارق شاوي وفكرة المنظومة طبعا احنا بنغير الفكرة التعليمي وقتبهات اللي تعود عليها المواطن المصري واللي هو خلي بالك احنا كلنا بنلمس انت بتقلع على إخواتك وولادك وكل أرأيه اللي في التعليم هو بيغير لأن ده مستقبل صحيح فده شيء طبيعي يعني ده شيء ما قلقناش ده شيء طبيعي بس ده برضو ما يمنعناش ان احنا نطور وده بقي ضرورة ازاي أنا دلوقتي احنا في التعليم بنعتمد ليس على فكر التلقين على فكر المالتي ميديا الوسائل وكمان الحاجات المصاحبة ازاي فبالتالي التحول ده ده ضرورة ضرورة وإلا أنا وإلا أنا الخريج اللي عندي مهبوس يا فندي أنا بتعلم ليه هو التعليم للتعليم فيه حاجة اسمها الابلايت ساينس العلم معمول للتطبيق نعم وليس علم مجرد طبعا يعني دي نقطة فيه حتى يعني العلوم التطبيقية دي أهم حاجة نعم واخد بالحضر فأنا دلوقتي لازم اهتم بالخريج بتاعي ان أنا طلعه يبقى هو عند فيه احتياج في السوق لهذا التخصص وإحنا بنشوف دلوقتي جامعات تكنولوجية بتفتتح هي تكنولوجية بحتة ويمكن أنا متحيز لهذا القطاع عشان القطاع بتاعي لكن لا هو عشان هو قطاع من القطاعات اللي هي بتعتبر قاطرة للدخل القومي في أي دولة نعم أنا بشكو حياك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة وعلى هذه المعلومات الكتيرة الحقيقة والمهمة المستشار مهندس روماني رزق الله خبير الإدارة وتكنولوجيا معلومات والاتصالات شكرا جزيلا ديك وإن شاء الله القادم في تطورات أكبر شكرا جزيلا لحضرتك مشاهدين الكرام إلى جولة في أخبار المال والأعمال بعد فاصل قصير وبعده أيضا هذا الصباح لازال مستمر معكم حتى العشرة صباحا بتوقيت القاعدة